السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسول الله وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اخوانا الكرام طلبنا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في المحاضرة الأولى من مادة الخطابة هذه المادة سهلة سلسة جدا تابع معي في المطلب الأول مدلول الخطابة لغة واصطلاحا يعني تعرف الخطابة لغة واصطلاحا هو ده في المحاضرة هو أهمية الخطابة وأن الكلام أهميتها في نشر الدعوة الإسلامية النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستخدمها الصحابة الخلفاء والأمراء وهي وسيلة من سائل الدعوة ووسيلة في نشر الإسلام يعني المادة سهلة إن شاء الله في المحاضرة معنا دياتي يعني هنتبع مع بعض في تعريف فهو صفحة تسعة في النسخة اللي عندي يعني عارف الخطابة لغة تاخد بس المهم تاخد الحاجة اللي بقولك على وسبيل الباقي مالوش لازم تعارف الخطابة لغة هتقوله رقم واحد الأمر والشاء الخطابة معناها الأمر والشاء ومنه قوله تعالى قال فما خطبوكم أيها المرسلون سيدنا أبراهيم لما بيقول للملايكة ما خطبوكم يعني ما حلوكم ما أمروكم ما شأنوكم أيها المرسلون بس كده وخلاص اتنين حسن الكلام الخطابة حسن الكلام بنقول فلن ده خطيب يعني ايه حسن الخطبة يعني حسن الكلام الخطابة معناها حسن الكلام أي أحسن الخطاب بس كده رقم ثلاث رقم 3 في الصفحة اللي بعدها الخطابة معناها المواجهة بالكلام فعلا بيخطبك يعني بيواجهك مش معقول بيخطبك يعني بيكلم وحد مش موجود ولذلك احنا بنقول انواع الضمير ايه متكلم مخاطب وغائب متكلم يعني انا اللي بتكلم انا واللي قدامي دي اسمه ايه مخاطب يبقى انا اللي بخطبه وغائب يعني مش موجود انا بتكلم عليه يبقى هي المواجهة بالكلام اسمها ايه خطاب المواجهة بالخطابة هيا المواجهة بالكلام. بس كدا. اربعة. اربعة الخطابة معناها ايه? اطلب. مش منقول فşaف راح يخطب يعني راح يطلب الزواج. بس كده يبقى الخطابة لغةلغتان ماانها ايه? الطلب. اي طلب الزواج. بس كده هم اربعة معاني. يبقى نقولهم تاني كده. هم الامر والشأن. حسن الكلام. المواجهة بالكلام. اطلب. طيب. من خلال هذه المعاني, صفحة 11 من خلال هذه المعاني يمكن تعرف الخطابة في اللغة العربية. يبقى تعريف الخطابة لغة هيضم الأربع ده يبقى ده ملخص تعريف الخطابة لغة ملخص الخطابة لغة هو اللي في صفحة 11 ده تحسين الكلام وتدقيقه طالبا للتأثير والتوجيه صفحة 12 تعرف الخطابة الصلاحة عندك 8 تعريفات إن قلت وحفظت منهم 3 وال4 قلوم في الامتحان وكفائي عرف الخطابة الصلاحة التعريف الأول كوة تتكلف الإقناع الممكن هي فعلا قوة ومهارة وموضوع شديد يعني مش أي حد يقدر يقف كده مثلا نصف ساعة ولا ربع ساعة يتكلم مع الناس لطبعا كلام سليم كلام سليم موزون هي قوة تتكلف يعني محتاجها مشقة وتعب عشان أقنعك مش أي كلام ولو أي كلام يبقاش خطيب قوة تتكلف الإقناع الممكن في كل واحد من الأمور المفردة نفس التعريف في اللي بعده قوة تتكلف الإقناع الممكن في كل واحد من الأشياء المفردة يعني أنا عايز أقنعك بكل جملة أقولها مش هدش مثلا نصف ساعة وتطلع منه بجملة واحدة يبقى كوة تتكلف الإقناع الممكن في كل واحد من الأمور المفردة أ أصدعني هنا الأمور هنا والله أعلم يعني أمور العلم لنما اللي بعدها بقولك في كل واحد من الأشياء المفردة يعني في أي شيء منه أقنعك بأي شيء مش لازم بالعلم بس أو في كل أمر من الأمور المفردة يعني مثلاً في كلامي بأقنعك بكل فقرة من الفكرات وبناء على التعريف تنواف كل شيء من الأشياء المفردة يعني بقنعك بكل حاجة في الخطب فلا مش هتفرق بقى المرة الأمور ومرة الأشياء بانت حفظتك هتعرفين تعريف التالت قال لك هي صفة راسخة ودي تقول موهبة عشان قول لك صفة صفة عندك صفة عند فلان موهبة راسخة في نفس المتكلم يكتدر بقى على التصرف في فنون القول مرة يساجع مرة يكلم بكناية مرة بيقول نداء مرة بيقول سليب أمر مرة سليب نه يكتدر بقى على التصرف في فنون القول عشان يحقصر في الناس للمحاولة التأثير في النفوس السامعين ماشي تعريف رابعه علم والأصول وقوانين تمكن الدارس اللي هو دارس القطبة ده من التأثير بالكلام يعرف يتحور في الكلام وبطرق المختلفة يقنع له قدامه وتعرف وسائل الإقناع بالخطاب في إغارة بنغراض وتقريبا التعريف كلها معناها واحد وكلها قرابة من بعضها فانتاخد أي واحد فيه هي عندك خمسة هو الكلام المنثور كلام منثور مش شعر يعني كلام منثور لاستمالة المخاطبين إلى رأيين أو ترغيبين في عمل التعريف التأثير ده كويس فن مشافهة الجمهور فن مشافهة الجمهور وإقناعه واستمالته استمالته إليك يعني يعني خد منهم أي تعريف أو احفظ ثلاثة منهم وقلهم في الامتحان يعني باش لازم التأثير كلهم طبعا التعريف المهم والأهم صفحة 14 وبيقولك هو ملخص تعريف الخطابة الصلاح الخلاصة أن الخطابة صدر عني إيه ده أهم واحد طبعا يعني زاد ما يتاخد ثلاثة أربع من أول خدهو لو صفحة 14 ده الخلاصة أن الخطابة هي علم يقدر به على إتقان فن مشافهة الجمهور علم يقدر به على إتقان فن مشافهة الجمهور إزاي أنا بالخطابة دي أتعلم وأقدر إنني أقف أتكلم قدامه أتقن الفكرة دي أتقن إزاي نقف أتقن إزاي أقف قدامه وكل بيقف بس إزاي بقى تتقن العلم ده وإزاي تقدر تقن على الناس ده فن الخطابة علم يقدر به على إتقان هذا الفن إتقان فن مشافهة الجمهور بطريقة إلقائية بقصد الإقناع والاستمال علمها دول هذا التعريف لو تعرف الإصلاحي بدول عليه بيعرفن أن الخطابة ده كواعد وأصوله وقوانين بيعرفن الخطابة ده تكون على المشافهة ومشافهة إيه مشافهة الجمهور مش مشافهة بس واحد بتعتمد طبعا عطارها للإلقائية بل تقنعني يعني تشديني وتقنعني تخلينا أنتبه إليك وتقنعني يبقى دليلة التعريف ده بدول عليه تاني التعريف ده بيدول عليه بدول عليه على إن الخطابة ده له علم وهو علم أصول وقوانين وقوانين مش أي كلام الخطابة مشافهة ومشافهة مين مشافهة الجمهور وطبعا طريقة إيه إلقائية قدامي قدامك وليست مخطابة عدي ولا بالإشارة ولا الكلام ده الخطابة لا تكتفي بالاستمالة بس بل استمالها وأكناها قد التعريف لغة مصطلاحا نجي بقى صفة 15 بقولك أهمية الخطابة في تبلغ الدعوة أيوة كان لها دور مهم كبير وهي اللي ببلغ الدعوة والنهاردة الأئمة بينشوروا الدعوة بإيه؟ بالخطاب سواء كان على الإنترنت أو سواء كان في المساجد أو في أماكن الوعظ ومركز الفتوى أهمية الخطابة في تبلغ الدعوة هي العام الأول والأساسي حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استخدمها هنقول الصحابة استخدموها الخلفاء والأمراء استخدموها كده ثلاثة هنقول هي من شعار الإسلام أصلا بنشتغل بقى بخطبة الجمعة خطبة العيد لخصوك الكسوف هي من وسيلة من وسائل الدعوة الإسلامية خلاص يبقى خمس نقاط تخلي بالك هناخد على كل كلمة على كل نقطة مثاله وبس هنقول النبي عمل خطاب ودليل الصحابة عمل خطاب وناخد نص من خطبة بتاع الخلفاء والأمراء قاله خطاب ناخد برضو استخدموها هي من شعار الإسلام وناخد نص أو قطعة هي من وسائل الدعوة وناخد برضو قطعة أو نص وهكذا والموضوع انتهى يعني من صفحة خمس نشر لواحد وعشرين كده وبقى المحاضرة انتهى النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الخطاب حيث عمل النبي جامع رسول الله صلى الله عليه وسلم كريشا فخاصة وعمة نادى على قبائل المخصوصة ونادى على الناس كله قال يام عشره كريشا ينكذوا أنفسكم من النار فإني لأملك لكم من الله در ونفع يعني أمنوا بيا واتبعوني يا معشرة عبد المنافع كده تخصصها بعدما قال يا معشرة كريش الكل وبعدين خصص يا بني عبد المنافع انكذوا أنفسكم من النار فإني لأملك لكم من الله در ونفع يا بني كسية بني عبد المطالب يا فاطمة بنت محمد بس وخلاص تقفل حد هنا وكيفية النبي استخدم لإيه الخطاب عايز تكمل بقى طبعا جاي في رواية تانية بيقول إيه ما عليكم أكنتم مصدقي بيمهد لكلامه بدل ما قلوهم صدقوني يتبعوني بيقولون لو أنا قلت لكم إني في عدو وورا الجبل دي جي تهجم عليكم واتصدقوني قالوا أيوة نعم ما جربنا عليك كذبا يا رسول الله قال لهم طب أني نزير المبين نزير المبين بينادي عذاب شديد أنا رسول وأني نزير وبنزلكم من النار وببشركم بالجن طبعا على طول اسمه إيه ده أبو الأهب قال له إيه تبا لك لهذا جمعتنا تبا جمعتنا عشان تقولنا أن أنت رسول ودنه يأذيه وينفر الناس عنه فربنا سبحانه وتعالى رد عليه وأنزل سورة إيه المسل تبا تيد أبي اللهب كده العنصر الإيه الأولاني هتقول بس إن الرسول خصة وعمة وقال يا بني يا معشر القراج يا بني فلان بني فلان وطبعا كما المهدين بني غطفان بني زهرة بني كساة بني الكلاب بني عبد المطالب وناد على فاطمة وقال للعباس برضو خلاص كده إيه النبي صلى الله عليه وسلم شوف بقى الصحابة دي كده صفحة إيه أربعة شر وخمستاشر صفحة ستاشر تقريب من ما فيهش حجة ولا سبعة عتاشر خش على تمنتاشر على طول خش على صفحة تمنتاشر وقل تكلف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أصحابه بالخطاب كان النبي يأمر من يراه أهل الخطابة أن يخطب بحضراته طبعا بتقدم إنت للعنصر هتتكلم عن خطابة الرسول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستخدم من أساليب دعوتها الخطابة ففعل كذا كان الصحابة الكرام كانوا تكلمون ويتنقلون في ترحالهم ورحالهم بالخطابة على طول في مواقفهم كله وفي الأسواك والخطابة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من يراه أهل الخطابة أن يخطب بحضراته من ديك مسلوات جاء وافد من بني تميم وقدم باب النبي صلى الله عليه وسلم وناده على الرسول من وراء حجرته يا محمد يا محمد حتى ربنا قال نزل في الموضوع دي قال يا أيها الذين أعملوا ترفعوا أسواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول يا جهر بعضكم لبعض أن تحبط عملكم وأنتم لا تشعرون ما تخطبهش عادي كده وتقول يا محمد فالأيدي نزلت عشانه بقول جم قدام المسجد وقالوا يا رسول الله ورسول الله من وراء حجرته إن الذين ينادونك من وراء حجرته أكسرهم لعاكلون ده كلام ربين قالوا يا محمد أخرج إلينا يا محمد أخرج إلينا فأزى ذلك الرسول الرسول زعين من كلام ده فخرج إليهم فقال يا محمد إحنا جئناك نفاخرك نعرض نفسنا يعني فأزلني شعيرنا وخطيبنا نويتكلم ويورك المفاخرة فقال يا سلامة تفضلوا أزنت أزنت الخطيبكم فلياكم فقام أحدهم فخطبوه خلاص فقال أحدهم الحمد لله الذي له علينا الفضل والمن وهو أهله الذي يجعلنا ملوكا وهب لنا أموالا عظاما المهم هو وبتفخر بأسلوبه يعني المهم فقال رسول الله للسابت هاو هي دي اللي احنا هتنعها يا زين إن الرسول أزل للصحابة أن نتكلمه فقال رسول الله للسابت المكايس كم رد عليه اخطب خطبة ورد عليهم بنفس ما الكلام كم فأجب الرجل في خطباته فقال ما سابت فقال الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه قضى فيهن أمره وسع كرسيه السماوات الأرض ولم يكن شأن قط إلا من فضله بس كده وكفاية وكده اعتبر انت تاخد بس نموذج أو مثال وخلاص كده اتنين الصحابة كانوا ايه بيتنقلون ويتكلمون في كل ما كان بالخطابة وكانوا بيستعملون لغة الخطابة في إقناع الخصم ناخد بقى ايه استخدام الخلفاء والأمرأ الخطابة ما يهوش جيب مثاله لحاجه هتقول اتخذ الخلفاء الرشدون أبو بكر وعمر وعلي وغيرهم وعثمان وقلوا أمر المسلمين أولياء الأمور في كل زيان وكان الخطابة وسيلة لنشر الإسلام استخداموا الخطابة وسيلة لنشر الإسلام وتثبيت دولة إما بأنفسهم مباشرة أو بتكلفهم من يكون به يئما هما يئما بيقول حد وذلك الاعتقاد من أن الخطابة في الإسلام هي مظهر حياة متحركة فيه الحياة التي تجعل هذا الدين يسحف من قلب إلى قلب لازم بالكلام ويثبو من فكر إلى فكر خلاص كده صفحة 19 نجي عن صفحة 20 صفحة 20 بنكمل الخطابة من شعار الإسلام الخطابة من شعار الإسلام يعني من شعار الإسلام يعني إحنا بنستخدامها في دين بنستخدامها في إيه في كل أسبوع تشد المسلمون في المسجد خطبط الجمعة هذا ورقم واحد وتكتب العلاقية خطبط الجمعة ليسمعوا داعية إلى الله سبحانه وتعالى يذكر به ويعلم دير اللي هو الخطيب يعني اسمه داعية إلى الله أو الداعية اثنين هنقول بقى الأعياد في كل عيدة كتابة مسلمين عيدة الفترة وعيدة الأطحى والرجال والنساء في الخلاء ليستمعوا التوجيه المنسب بعد الصلاة الثلاثة أو الخطبة هنقول ثلاثة في خطبة عرفات الحاج يلتق الجميع المسلمين من كل مكان عشان يسمعوا خطبة عرفة أربعة صلاة الكسوف والخصوف بيبقى فيه وإستسقاء بيبقى فيه خطبة الكسوف والخصوف والجدب اللي هي خطبة الاستسقاء ما يكون أجدبت الأرض وامتنعت السماء عن المطر بيجي الخطيب بيصلي بينها وبين ايه وبيخطب خطبة إن ربنا سبحانه وتعالى ينزل عين المطر آخر حاجة صفحة 21 الخطبة وسيلة من وسائل الدعوة أو وسيلة سلاح بنستخدمه أي أمر انطرق بيظهر أي حد بيعترض على الإسلام والمسلمين أي حد بيشتم في الإسلام والمسلمين أو بتكلم عن الصحابة احنا بنرد على طول هي سلاح من أسلحة الدعوة يحق الله سبحانه وتعالى بي الحق ويبطل بر باطل وعندما يكسر المبطناء في الأرض ويظهر شروم في البر والبحر فإن الخطيب واعتبر أول واحد من اللي بتصدل هذا الأمر ويكسر شكته يكون النبي صلى الله عليه وسلم في بيان موضع الخطيب يعني بيقول إيه ما من نبيين بعثوا الله في أمة قبل إلا كان له من أمة حواريه الخطباء يعني كده والمدافعين والأصحاب وأصحاب يأخذونه بسنته ويقتدونه بأمره إلى هنا نقولك توصلنا لنهاية هذه المحاضرة سهلة وجميلة كان مختصرة لتعريف لغة مصطلحا وأهمية الخطابات هتقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستخدمها وكان الصحابة بيستخدموها وكان مين تاني الخلفاء والأمراء ونقول هي من شعار الإسلام ونقول هي وسيلة من وسائل تبليغ الدعوة والصد للشر والعدوان أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينكم وأن يوفقكم وأن يسددكم اللهم أمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته